شكراً جزيلاً على الوزير وأشكرك على هذه الدعوة الكريمة وحسن الضياف المغربية المعروفة لنا جميعاً نقلت إلى معالي الوزير أخي وصديقي ناصر تحيات فخامة الرئيس محمود عباس إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأكدنا على عمق العلاقات الثنائية التي تربط المغرب وفلسطين وهي علاقات ضاربة جذوراً في التاريخ بأبعادها الوطنية والسياسية والدينية والحضارية والاقتصادية والتراثية وبكل الأبعاد وموقف المغرب المثمن والمقدر من جانب القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها السيد الرئيس الأخ أبو مازن هذا الموقف المغربي الثابت والراسخ تجاه فلسطين والحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الكدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووفق الاتفاقيات الموقعة بيننا وبين الحكومة الإسرائيلية بدون أن نشك أن المملكة المغربية بمكانتها الإقليمية والدولية هي عنصر فاعل ومؤثر في كل التطورات السياسية في المنطقة ولا تأثير كبير على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمغرب بكل مقدراتها وإمكانياتها تلعب دور مهم جدا في ترسيخ الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في كل المنتديات وعبر كل المنصات الإقليمية والدولية لذلك هي محط تقدير كبير من جانب الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية تبا حتى أنا وأخي ناصر أيضا فيما يتعلق بكل القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية في الجوانب المختلفة السياسية والاقتصادية والسياحية وغيرها وإن شاء الله سيكون هناك لقاءات قريبا بين الوزراء الفلسطينيين ونظرائهم بالجانب المغربي وأيضا تحدثنا عن ضرورة أن يكون هناك مشاورات مكتفة بيننا وبين الأشقاء العرب لبلورة موقف عربي مشترك وموحد بهدف تدعيم وتكريس هذا الدور العربي لحماية الحقوق العربية وأن يكون هناك موقف عربي موحد فيما يتعلق بموضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهناك اتصالات نجريها أنا وأخي ناصر مع كل الأشقاء العرب بهذا الاتجاه مشكورين على موقفهم الداعم والثابت للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مرة أخرى أوجه شكري لك أخي وصديقي معالي الوزير ناصر وأرجو أن يتم نقل تحيات فخامة الرئيس الأخ أبو مازن إلى صاحب الجلالة على مواقفه الثابتة والراسخة تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين وهذا ليس بجديد على المغرب وهذا المأمول دائما من أحبائنا وأشقائنا وأخوتنا في المملكة المغربية شكرا جزيلا لك أخي ناصر على الضيارة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر